نروح لتصراعات ما بعد هذه المباراة وليد الرجراجي المدرب الكبير للمنتخب المغربي قال لدينا لعبين مصابين واخسرنا المزراوي وسايس اليوم لأسباب لا علاقة بالإصابة وده أثر علينا أمام المنتخب الفرنسي وعلى المستوى الزهني سيكون من الصعب أن يتم تجهيز اللعبين لمباراة كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث همنح الفرصة للعبين اللي ماخدوش فرص كثيرة في اللعب في مباراة فرنسا لأنهم يستحقون المشاركة والظهور أما ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي فقال أن المباراة ما كانتش سهلة على الإطلاق خاصة مع الإصابات لضربة الفريق قدمنا كل ما لدينا داخل أرضية الملعب ولم يكن بإمكاننا تقديم أكثر من ذلك داخل الملعب الآن سنرتاح ونفكر في المباراة القادمة وهدفنا هيكون العودة بالميداليا البرونزية أمر مديل فني المنتخب الفرنسي ديدي شام فقال نشعر بالفخر بعدما وصلنا إلى نهاية كأس العالم للمرة الثانية على التوالي نشعر بسعادة كبيرة لكننا لم ننهي مهمتنا بعد لتبقى خطوة واحدة فقط يوم الأحد وياكب أن ننهيها بالشكل اللازم وهيكون إنجاز رائع الفوز بالمونديال للمرة الثانية على التوالي كنين بابي أحد نجوم هذا المنجوم أحد نجوم كرة القدم في العالم يعني قال منتخب المغرب عظيم وقام بإنجاز تاريخي لا يمكن أن ينسى لقد قدموا بطولة رائعة وأتمنى لهم التوفيق في مباراة المركز الثالث تصحات كنين بابي نحط تحتها مليون خط كنين بابي تبادل التيشرت بتاعه مع أشرف حكيم بعد المورة هم زمائل أصلا في باريس سان جرمان تحدث عن المنتخب المغربي وقال إنه هو منتخب عظيم وبالمناسبة كورة بقى بعيد عن العطيف احترام كبير للمنتخب الفرنسي لأنه لأنه تعامل مع المنتخب المغربي باحترام كبير المنتخب الكبير الوحيد في هذه البطولة الذي تعامل مع المنتخب المغربي بحجمه الطبيعي في هذه البطولة مش الاسم والتاريخ هو تعامل مع قوة المنتخب المغربي في هذه البطولة ودي كانت تصريحات بران قبل المباراة لو تفتكروا لما قال احنا مش هنقع في الفخ اللي وقع فيه المنتخبات الأخرى المنتخب المغربي كبير وبيقدم مباريات رائعة جدا وعنده لعبين مميزين عشان كده تحس النهاردة ان فرنسا بتلعب قدام المغرب وهي حريصة وهي الانة مش بمنطق انا فرنسا انا بطل العالم انا اللي عندي نجوم العالم لا كانت بتلعب مع المنتخب المغربي ند لند احترموا المنتخب المغربي فقدروا يكسبوا المنتخب المغربي وده الشيء اللي مقدرش عليه منتخبات كبيرة أخرى